خليني بقى أبدأ مع حضراتكو وأول أخبارنا أن احنا مبارح أعلننا أو قلنا عن القايمة لأعلنها فيتوريا وطبع المنتخب مصر وقلنا أن دي قايمة حتكون يعني مبدئية لأن لسه فيه كلام كتير أو لسه فيه قايمة حتكون نهائية إن شاء الله بعد لما ينتهي الزمالك وفيوتشر من المتشاط اللي وراهم لكن دلوقتي احنا بنتكلم أن فيه بعض الأسامي اللي انضمته أسامي المحترفين اللي قدام حضراتكو تمن أسماء ليه المحترفين اللي انضموا ليه معسكر المنتخب بإذن الله كل التوفيق ليهم برضو أسماء كبيرة جدا نتمنى طبعا ده صعب أنه يحصل شوية لكن نتمنى يكون فيه برضو يعني نوع من اللعب الاحترافي مع المنتخب من قبل المحترفين بتوعنا في الخارج بيبقى أكيد فيه فرق كبير جدا لأن الظروف تبقى مختلفة تماما خلينا نقول مش مختلفة على حد كبير هي مختلفة تماما لكن برضو احنا حبين ان احنا نشوف اللعب الاحترافي اللي بيكون في الخارج اللي بيمتعنا كلها ما بتشوف كرة في التريميوم ليج أو أي دوري يعني أجنبي بتبقى بتستمتع بكل كرة بتبقى بتستمتع بجد وبتبقى مركز جدا عندنا الوضع يمكن مش مماثل لا زواب كتيرة بس على كل حال احنا دلوقتي بنتكلم في حملة إصلاح زي ما حضراتكو عارفين لكن برضو فيه فرق كبير فنتمنى ان احنا نشوف اللعيبة بتاعتنا اللي مع الفرق بتاعتها وهي مختلفة معهم بتلعب بشكل مختلف ان هي كمان تؤدي بشكل او بنفس الشكل مع المنتخب المصري وعلى فكرة ده شق كبير جدا هيقع على فيتوريا يعني فيتوريا هو هيكون عامل أساسي في انه هو يقدر ان يخلي ده يحصل عندنا او يحصل مع المنتخب لان اكيد شخص الواحد او لاعب الواحد ومش هيقدر يعمل حاجة لازم يكون فيه تيم ويرك لازم يكون فيه حد بيدير هذه المنظومة فانا تمنى ان فيتوريا يكون ده لان الراجل جاي واحد ما عنده فكرة الراجل جاي واول مرة نشوف حد بيقولك انا البروجرام بتاعي اهو انا حمشي بالطرق دي انا عندي واحدين تلاتة اربعة في الاجندة بتاعي وفي نفس الوقت بيطبقها على الارض فانا من الناس ربما اللي هكون الى حد ما متحمسة لفيتوريا او عندي امل ان فيتوريا فعلا يصنع شيء مختلف مع المنتخب باذن الله